موسيقى واخيرا مقابلتنا مع كريم او انجين زي ما بيطلقوا علي بالتركي مع اول حديث له مع اي تلفزيون معنا احنا في القاهرة اليوم على شاشة اردن انجين بنرحب بيك على شاشة القاهرة اليوم برنامج القاهرة اليوم وبنرحب بيك كمان على الشاشة العربية والمصرية اهلا بيك ومبروك على المسلسل موش بولدوك اساس بينامج سيهوش كالدينا زمامنا عزم ولكمزهوش كالديناس عايز اقولك ليك معجبين في مصر وفي العالم العربي والبنات كتير هيحسدوني دلوقتي عشان انا عادة بتكلم معاك فبنقلك كل تحيات واعجاب كل الناس بتتفرج على مسلسل فاطمة وعلى دورك الرائع بان تشكري دير قولي بالنسبة للدور ايه اللي خلاك تعمل دور فاطمة دور صعب جدا ايه اللي خلاك تعملو اريتوا في البداية ازاي ن Hook proyecto لكن Pang guess نقدي super hyper design لأك φتما أنت تحرين هوا أ lesson اكثر ايضاك بالخطور بحث عن مؤسسة لم يفيد اض Jorge يお願いします ألي وزدي كريم الناس وهي بتبعك انت ممثل رائع لانك بتمثل بتعبيرك وبعنيك فدا صعب جدا ان انت تصلي بسهولة دي بكل المشاعر دي طب قول لي حاجة غريبة جدا احنا بنتوفف مسلسل توركي مدبلش بالعربي بس احنا فاهمينك حسين بمشكلتك حسين بحبك لفتما ازاي ادرت او ادر المسلسل يوصل للمشاهد العربي بالسهولة دي اشترك فيها مع برينسات في مسلسل ايه هل بتفكر بعد النجاح انك تعمل معها اعمال تانية طبك نعمل بقيتو في نظر الناس عشاء المشاهد التوركي بيقول اي عالمسلسل انا عارفة العرب وف مصر وف العالم العربي بيقولوا ايه هنا في تركيا بيقولوا ايه طبعاااااااو الناس بعضال vertices الجمهور والعالم العربي اللي بيتابعك وكل الناس اللي اعجبت بالمسلسل من انجن او كريم تحب تقولهم ايه اصلا بزم شول بمساج اصلا بزم نزل الان بشي سوليم اوه 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 كل الناس تتمنى يطلع لها كريم ياعي ا انت كريم اوه بتنافس المسلسل مش برضه العالم العربي كله استقبله اوه مش عارفه نوتقوا بالالتوركي صح ولا لاكي فنجي او مهند عندنا اعتقد انت دلوات بقت بتنافسو كمان في توركيا انت شايف المنافسة ادئيه بينكم باقي القوية احلا شايفين كده في النهاية انا بشكرك جدا وبتنان لك التوفيق وان شاء الله تيجي تزور مصر قريب واتنورنا في القاهرة اليوم في البرنامج على الهوى مع جمهور القاهرة اليوم ان شاء الله بان شك تشك 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 كوريس اللقاء في منتهى الاهمية حبينا نسمعكم والأول مرة صوت كريم بالتركيا وعلشان نفهم بعض كانت المترجمة بالترجم العربي بتاعي للتركي واجاباته اللي بالتركي لي بالعربي وده طبعا في السماعة اللي في ادنى يحتاج مني اني اعمل بهذه الطريقة علشان هيك لازم اعيش الدور قبل ما اعمله خصوصا دور كريم هون كان لازم احس واعطي بنفسي علشان قدر اوصل مشاعر ديك البرابر اللي انتم سمعينه مبسوط بصوته وكان مصاحبنا طول الوقت وزي اي طائر جميل دي حقه يتدلع وبيلبق له زي لبنانية ما بيقوله الكريم كمان واضح ان عنده ولع وزهب بشعره الجميل وفي اخر اللقاء حاولنا نخليه يتكلم عنه فيه حاجات كانت سهلة وحاجات اضطرينا يستخدم فيه مقبر شيء الكريم كمان واضح بشعره الجميل بالكام والبنانية جميله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة